استكشاف مشاكل الطباعة وإصلاحها بعد تحديث Windows 11 أو الترقية له إذا لم تتمكن من الطباعة أو المسح الضوئي بعد تحديث أو ترقية Windows 11، اتبع هذه الخطوات لتوصيل طابعة HP والطباعة مرة أخرى. للبدء، أعد تشغيل الكمبيوتر مرة واحدة على الأقل بعد تحديث Windows 11. يرجع ذلك إلى أن بعض التحديثات تتطلب إعادة التشغيل حتى تكتمل. للقيام بذلك، انقر فوق زر البدء، وانقر فوق إقونة التشغيل، ثم حدد إعادة التشغيل. عند إعادة تشغيل الكمبيوتر، حاول قباعة مستند مرة أخرى. ملاحظة، إذا كانت طابعتك تعمل باستخدام Windows 10، يجب أن تستمر في العمل مع Windows 11. إذا لم تحل المشكلة بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر، يمكنك متابعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام HP Print & Scan Doctor. شغل الطابعة التي تريد استكشاف الأخطاء وإصلاحها فيها. إذا لم تكن قد قمت بتنزيل HP Print & Scan Doctor، افتح نافذة متصفح Microsoft Edge، وانتقل إلى support.hp.com. انقر على التشخيص، وانقر بعد ذلك على Print & Scan Doctor. انقر على تنزيل Print & Scan Doctor. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعرض حالة غير متصل بالشبكة أو الطابعة غير متصلة، حدد نعم عندما يطلب منك تنزيل إصدار من التطبيق المصمم لحل مشاكل عدم اتصال الطابعة. وإلا حدد لا لتنزيل أحدث إصدار قياسي. افتح الملف لاستخراج التطبيق وتشغيله. في حالة الطلب، حدد متابعة أو تشغيل أو نعم لاستماح بإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. حدد قبول للموافقة على الشروط. حدد البدء لاكتشاف طابعات HP والماسحات الضوئية المتصلة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال كابل USB أو اتصال بشبكة. تعرض جميع الطابعات والماسحات الضوئية المكتشفة. إذا كنت لا ترى طابعتك، انقر على المنتج الخاص بي غير مدرج لتنفيذ بعض عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية لاكتشاف الطابعة أو الماسح الضوئي. حدد طابعتك، ثم انقر على التالي. تكتشف الأداة المشاكل الموجودة في الكمبيوتر والتوصيلات التي قد تمنع الطباعة أو المسح الضوئي. تعرض نتائج الاختبار مع الأيقونات. تشير علامة الاختيار إلى أن طابعتك معتمدة. المفتاح يعني العثور على مشكلة وإصلاحها. تعني علامة التعجب أن الاختبار فشل وتم تخطيه. يشير X إلى أن الطابعة بها مشكلة. اتبع التعليمات لإصلاحها. اتبع أي تعليمات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الشاشة لإصلاح المشاكل المكتشفة واستئناف الطباعة أو المسح الضوئي. إذا استمرت المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت برامج تشغيل الطابعة وبرمجياتها ثم أعد تثبيتها. إذا كانت الطابعة التي تريد إلغاء تثبيت البرنامج الخاص بها متصلة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB، فافصل الكابل. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابحث عن الخيار، إضافة أو إزالة البرامج، وافتح. من قائمة البرامج المثبتة، حدد موقع برنامج تشغيل طابعة HP وقم باختياره. في حالة عدم عرض اسم طابعتك، حدد تطبيق HP Smart. حدد إلغاء التثبيت، ثم حدد إلغاء التثبيت مرة أخرى. في حالة الطلب، حدد نعم لتأكيد إزالة البرنامج. اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة لإزالة البرنامج. ارجع إلى قائمة التطبيقات والميزات، وكرر هذه العملية لأي إدخالات أخرى تتضمن اسم طابعتك. كما يمكنك إزالة أي مكونات إضافية للخدمة تم تثبيتها مع برنامج تشغيل الطابعة. لإزالة الطابعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابحث عن الطابعات والماسحات الضوئية وافتحها، ثم حدد اسم طابعتك من القائمة. انقر على إزالة، ثم انقر على نعم. مع إلغاء تثبيت جميع برامج الطابعة، أعد تشغيل الكمبيوتر لإنهاء إزالة الطابعة. حان الوقت الآن لتنزيل أحدث إصدار من برنامج الطابعة الذي يحتوي على المميزات الكاملة وإعادة تثبيته. افتح نافذة متصفح Microsoft Edge وانتقل إلى 123.hp.com. ادخل طراز طابعتك في مربع البحث. بعد ذلك اضغط على Enter. قم بتثبيت خيار الإعداد الموصى به لمنتجك ونظام التشغيل الخاص بك. اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة لتنزيل البرنامج وتثبيته لطابعتك. إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل في الطابعة بعد اتباع هذه الخطوات، فحاول استخدام استعادة النظام. لتنفيذ ذلك، اتبع خيارات الاستعادة لنظام التشغيل Windows 11 بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني support.microsoft.com والبحث عن استعادة النظام. انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية. ترجمة نانسي قنقر